ترجمة نانسي قنقر هذا هو شرعه جلالة المالك هذا الآن في ديسمبر دجنبير ستبدأ الصرف للتعويضات العائلية ماذا ستأخذ هذه التعويضات العائلية؟ هو واحد الناس ينظمه واحدة منظومة قانونية وأنا هنا لكي نبقى متضامون لتكلمون عليه السيدات والسادة النواب وليس فقط نذكره بعضنا شيئا بالتاريخ لأنه التاريخ مفيد فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين المرسوم للسجيل الاجتماعي رقم جوج 21582 متى؟ تم إصداره هذا المرسوم الآن الذي ينتقد تم إصداره يوم 28 دجنبير جوية 2021 بمعنى الذي يبني عليه الآن المنظومة المتضامون والذي يبني عليه الرميد هذا واحد من المراسم التي أصدرتها الحكومة السابقة ودبا أنا أنا شو واحد لي ما مشارك في الحكومة السابقة وينسقط هذا المرسوم ما عندي حتى مشكل ما عندي حتى مشكل لكن نصوبوا المرسوم ونجيوا بعد سنتين انتقدوه هذا يؤكد مرة أخرى قضايا كثيرة لأنه واحد من القضايا الكبرى التي يجب أن نتحلل به جميعا هو الإنسجام السياسي أنا مني ندافع على الخيار الدفاع على المدرسة العمومية ندافع عليه من نهار بديت ليس ندافع عليه نهار بديت بناء على إديولوجيا ومنين نتغير الوقائع على أحداث والموقع نقول كلام واحد آخر هذا المرسوم تم إصداره في الحكومة السابقة اللي سنشعلون النار باش نعرفوا شكل غادي يأخذ وشكل ما غادي شي يأخذ أصدرته الحكومة السابقة في 21 يتصلح نقلسوا نتكلموا ولكن هنا تنضون صلحوا هذا المرسوم هذا أجي بعدها نعطيه للناس نخرجهم الرماد أجي ونعطيهم تعويضة عائلية بناء على أجنة ملكية حددها جلالة الملك ونعطي للناس تعويضة بناء على 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 واحد واحد الاستحقاق اللي لربما نكونوا متفقين جزئيا عليها ولا نتفقوا عليه بشكل على الأقل تفق عليه غير الأغلبية ولا الحكومة ولا من يدعم الحكومة مقبول سياسيا مقبول لكن غير ذلك غير مقبول سمحوا لي فهذه الحكومة سوف تنزل ضلع الثاني من الأضلع للحماية الاجتماعي المتعلق بالتعويضة العائلية ملايين أطفال المغاربة في وضعية هشاشة ولا فضعية يعني الدخل لهم محدود سيطلقوا التعويضات نهاية هذا الشهر والإطار العام حددوا جلالة الملك والحكومة ماضية في تنزيل هذا الورش بما يتطلب من جرأة لأنه بدايةً بعدها تخرجوا من سياسة اجتماعية مبنية على الإجراءات وهذا هو الذي تدير للحكومة الحكومة تخرج من سياسة اجتماعية مبنية على الإجراءات إلى سياسة اجتماعية مبنية على الركائز وعلى الورش التي حديده جلالة الملك لن يستطيع أحد أن يسحب هذا الامتياز من هذه الحكومة كيف ما ما يقدر شي واحد يسحب من الحكومة العبد الرحمن اليوسفي بأنها عملات تحولات حقوقية كبيرة في بلدنا هذه حقائق لن يستطيع أحدا يغيرها فبالتالي نحن منخريطون في هذا الورج هذا لكن في نفس الوقت كان نفتح الأدن دينا كان نسمع لمختلف القوى السياسية في البلاد لأن هذا في هذا مشي ورش فقط دينا الذي لهذه الحكومة ولكن ورش المغاربة كاملين وهذا على السيد رئيس الحكومة كان سباقا في أنه ينفتح على جميع الأحزاب سواء كانت أحزاب دي الأغلبية أو المعارضة لكي نناقش هذه القضايا في هذا البعد لأن هذه القوة ديال التجربة السياسية والديمقراطية ديال المغرب وديال المملكة المغربية